اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة انه الشباب عنصر مهم جدا ورقم فاعل ويمكن الرقم الاهم في المعادلة السياسية وحنا بنتكلم يعني خلص ساعة قليلة بتفصلنا عن انطلاق صفرة الانتخابات الرياسية عشرين اربعة وعشرين اللي بيصيغ بيها لشعب المصري سطر جديد في مسيرة وتاريخ يعني حافل لأمة عظيمة وجهت الكتير من الصعاب ولسه بتواجه تحديات على مدار يعني الزمن لكن الحقيقة اللي قددنا ان احنا نحمي بيه نفسنا هي ارادة وعظيمة الشعب ده ووعيه والفتنة اللي يمكن مولودين بيها والحكمة اللي احنا بقينا بنشوفها حتى في الناس اللي يعني عندهم ابسط واقل الدرجات التعليمية وحتى لو ما عندهمش حتى اي درجة تعليمية لكن بنشوف نية خالصة وحب كبير جدا للبلد دي يوم بعد يوم بيثبت ان احنا امة وشعب دايما ايد واحدة في كل الازمات في الاستحقاقات الانتخابية الهامة زي الانتخابات الرئاسية الحقيقة بنشوف انه الشباب متصدر المشهد بشكل كبير ودي نقطة فارقة لانه قبل كده كنا بنشوف كبار سن هم اكتر ناس موجودين في الانتخابات ودي حاجة كابت دايقنا شوي انه احنا مش موجودين احنا صوتنا مش مسموع لكن بكل المبادرات الشبابية اللي احنا شفناها وكانت يمكن معظمها مبادرات رئاسية شفنا مكان هام جدا للشباب في كل الاستحقاقات الانتخابية اللي فاتتوا دا شجعهم بشكل كبير انهم يكونوا جزء من تاريخ البلد وانهم يقدروا يكونوا العلامة الفارقة ويمكن الاهم في حكاية هذا الوطن الابي الصامد على مر التاريخ خلينا اتكلموا حضرتكم عن دور الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة اللي بيتم لتحفيز الشباب للمشاركة مع ضيوفي اللي منوارنا النهاردة في الستوديو النهي بأحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين واستاذ عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جمعة القاهرة اهلا بكم نوارين اهلا بكم حضرتكم طيب يا حضرتك سيدنايب ويمكن مسألة مشاركة الشباب مش بس في الانتخابات الرئاسية لكن وجود الشباب وتصدرهم للمشهد السياسي في كل الاستحقاقات اللي فاتت وفي المؤتمرات الهمة للدولة وحتى انهم جزء كبير جدا من تنظيم اي مؤتمر كبير بتشهد الدولة الكادر الرئيسي الموجود شباب ودي حاجة تفرح الحقيقة ازاي قدرنا ان احنا نوصل بالشباب المصريين لهذا النسق من الوعي السياسي وانهم يكونون موجودين ومشاركين في المشهد الى هذا الحد احنا في تنسقية شباب العزاب والسياسيين قلنا اكتر حاجة لازم تكون مؤثرة في الانتخابات غير صوت المرأة طبعا هو لازم كمان صوت الشباب المصري عشان نقدر نوصل لده كنا لازم ننزل قلب الجماعات المصرية سواء جماعات حكومية اهلية خاصة معاهد فنية معاهد تكنولوجية عشان اخد من الكلمة اللي حاجة قلتها نخلق وعي السياسي عشان يدخل الوعي السياسي عمرنا مع ان اخلقه من خلال المواقع التواصل الاجتماعي او من خلال الاعلام المحترم رقم ان الاعلام عمل دور مهم جدا في طبعا الانتخابات المصريين في الخارج جمه 1 و 2 و 3 اللي فاتوا وعايزوا اللحاك وانا يعني بصراحة يعني بشيد بالمجهود اللي اتعامل من المتحدة للخدمات الاعلامية تحت مظلة القنوات كلها ان هي وصلت ان احنا فعلا عندنا شباب قدر يوصل للصفارة من دولة لدولة عشان خطر يروح يدي صوته اللي ده عشان يقدر يحصل كان فيه السادة المرشحين اللي احنا منكن لهم كل احترام وتقدير قدروا يوصلوا المجموعة كبيرة من الشباب عشان يقدروا يقولوا انزلوا شاركوا في العمالة الانتخابية التنسية لما نزلت الجامعات كنا منسأل سؤال واحد هل لخضراتكم عندكم علم وعندكم وعي الانتخابات دي بتتم امتى الانتخابات بتتم على اساس ايه فيه ناس تعرف وفيه شباب كتير ما كتش تعرف كان دورنا احنا في التنسية ايه كلام اللي خدك سمعته من الشباب خدك عن المشاركة في الحياة السياسية هل احنا لسه فيه شباب شايفة انه مش مهم او انا كده كده صوتي مش هيفرق انا في الحوار الوطني تعلمت حاجة مهمة جدا ودي كانت حاجة بصراحة يعني قعدنا سنة وشهرين بالزبط بنتعلمها ان الصراحة مفيش احسن منها عشان احل مشكلة منجودة جوا في الحوار الوطني لازم تقول الصراحة الصراحة ان الشاب بتقول هو انا صوتي هيفرق ما هي كده كده محسومة انا هنزل اعمل ايه كان الكلام ده مهم جدا ان احنا نرد عليه داخل الجامعات كانت اول حاجة من رد عليها هو انت اساسا عارف ان انت عندك كم مرشح رئاسي ولا لا الانتخابات بيتم على مدار كم يوم ووقتها قد ايه في اليوم طب الشباب لما استدت تسمع برامج المرشحين من قبل التنسيقية او من خلال حضراتكم في الاعلام وهم قاعدين معانا في المحاضرة زي ما بيقولوا تدت الناس تقولك ايه ده هو فيه ناس فعلا مرشحين بجد فيه ناس بتقول برامجها بجد الناس كانت واحدة القصة اللي هو ايه خلاص انتخابات اه حد منها اجراءات رتينية وخلق لأ طبعا ودائما كنا بنقول مثلا كنا بنعمل الامثلة دي علينا احنا شخصيا يعني انا لما كنت بتشارف انزلت انتخابات مجلس كان اسمه مجلس شعب ساعته في 2012 كنت بقول انتوا شباب بتسقطوا شباب زيكم عشان ما بتنزلوش في الانتخابات لما ابتدى الوعي يزيد زي ما حاجبت قولي في انتخابات 2015 حصلت على اصوات كتيرة جدا واخدت عشرين الف طويل صوت ودخلت الاعادة فلما شافوا ان فيه ناس معينة دخل الاعادة قالك لا ما هيكده كده محسوم يا جماعة انزلوا وجربوا وشوفوا وكان الفرق ما بيني وما بين السيد المحترم النائب اللي نجح كان فرق بسيط جدا في الانتخابات لما ابتدنا نقول في انتخابات 2020 يلا صوت الشباب ربنا اكرمنا في القائمة الوطنية في نفس الدائرة وخدنا 114 الف صوت و114 الف صوت لما قلنا له باحصائيات الشباب اللي نزل كان عامل ازاي ابتدت الشباب تحس لو ايه ده ما فعلا صوتي فارق وفي صوتي فارق كويس جدا ان انا اقدر انجح مش فتحي فقط لغير ده مجموعة كبيرة من الشباب اللي هم هيوصلوا افكاري وهيوصلوا طبعا الاطرحات اللي عندي اللي انا متخال ان هي طبعا فابتدنا نركز على اهم شيء مين اللي بينزل ينتخب جوه في المدرسة ومين اللي بينزل ينتخب جوه في الجامعة انتخابات المدارس وانتخابات الجامعات فابتدنا نركز على اتحادات الطلبة وابتدنا نركز على وغير كمان تروي عبدالله انتخابات الجامعات قبلها انتخابات المدارس عايزين نسمع من عبدالله عملوا ايه في الانتخابات في العطلة المدارس ازاي بترواجوا لمثالة الانتخابات دي وضرورة المشاركة يا عبدالله ومنك رئيس التحاد طلاب جامعة القاهرة طيب خليني اخذ حضرتك لجزئية الانتخابات خليني في الاول يعني اتشرف بتشرف بجودي مع حضرتك ومع سيادة النائب وفيما يخص الانتخابات خليني نتكلم اول عن انتخابات اتحاد الطلبة احنا بنتكلم مع الشباب جوه انا كنت بتشرف برضو ان اكون رئيس التحاد طلاب المدارس قبل ما ادخل الجامعة ويكون برضو فقال انت ماشي لعملية الانتخابية بالتدريج يعني بتجري في دم عملية الانتخابات والاتحاد الطلبة وتمسيل الطلاب وده شيء مشرف جدا احنا بنتكلم مع الطلبة في كل مرحلة بندخل فيها الانتخابات عن اهمية اختيارك الان كان الشخص اللي هتختاره فينا المرشحين وكل واحد بيعرض افكاره وبرنامجه على الشباب دي وبنقول لهم يا جماعة انتو اللي بيديكم تختاره اللي هيمثلكم وحيعمل لكم الحاجة اللي انتو عايزين فلو حضرتكم يعني كسلتوا في ده احنا برضو يعني حد فينا هيفوز وحد فينا هيكون في الانتخابات ولكن انت ممكن تضاع على نفسك فرصة ان انت هتطالف وقت من الاوقات بحاجة كنت عايز تعملها ولكن مثلا مثلا اللي فاز مش حد يعني عايز يعمل لك فعلا الحاجة اللي انت عايزها وهكذا بقى في المراحل المختلفة احنا في الجامعة الموضوع بيكون اكبر شوية واوسع شوية انتخابات الجامعة وانتخابات تحت طلاب الجامعة بتمر بثلاث مراحل الدفعة كلية جامعة وكل مرحلة بيكون لها برنامج انتخابي مختلف بنبدأ ان احنا نتكلم مع الشباب على اهمية المشاركة في الانتخابات عشان تختار من يمثلك يعني شرف ده خليني برضو اوضح لحريك ان هو هيديني انا دفعة لما لاقي ناس كتير فعلا نزلت وشاركت واختارت من يمثلها هيديني دفعة وانا شغال طول السنة اني اعمل كل اللي اقدر عليه علشان فيني مجموعة كبيرة جدا بتصك فيك وفي مجموعة كبيرة جدا مش قدر تخزينه اه انا ما انتخبنيش واحد ولا اثنين ولا اثنين تلاتة العدد بيصنع الفارق طبعا وخليني اقول لحضرتك ان احنا في اتحادات الجامعات بنتباهها لو انا جاي يعني كلتي كلها نزلت شاركة في الانتخابات اختارتني هتباهها مع الكليات التانية وقول لهم انا جاي بالانتخاب وعدد الناس اللي انتخابتني كان كذا عندي وعي بعملية اختيار من يمثلني في كلتي بتشرف وسط الجامعة طبعا على مستوى الجامعة لما انتخب على مستوى جامعتي ويكون في انتخابات حقيقية والناس تختارني هروح وسط الجامعات التانية واقول بكل فخر انا جاي منتخب من عدد واحد اتنين ثلاثة من الناس ده بيبين قد ايه الناس اللي بتنتخب وعية ده بيبين قد ايه اهمية ان انت تكون في مكان الناس فهمة فيه يعني ايه حد بيمثلها وحد عايز يقدم لها حاجة فعلا خلينا بقى نحكز ده على الواقع المصري او وقع الانتخابات المصرية حجم الوعي بالانتخابات الرئاسية مهم جدا ولازم كلنا نحط ايدينا في ايدينا بعض ونشتغل عليه شباب الجامعة عنصر مهم جدا والشباب عمتا عنصر مهم جدا ايه اللي شجعنا اكتر واكتر ان احنا نكون موجودين في الانتخابات الرئاسية الفين اربعة وعشرين جزء تمكين الشباب هل الشباب ليهم مساحة اتسمعوا فيها الفترة اللي فاتت تشجعهم ان هم فعلا فعلا شايفين ان دورهم هيكون مؤثر في الانتخابات اللي جاية او خليني ابدأ مع حضرتك الموضوع بالحوار الوطني هتشرفنا ان احنا كنا موجودين في الحوار الوطني وكان مكرر لجنة الشباب في الحوار الوطني ان هي بحمد فتحي يمكن حضرته يعني لف معانا على جامعات كتير عشان يسمع من الشباب ايه تحدياته طب ايه الحلول اللي حضرتكم ممكن تقولوها علشان نحل التحديات دي وفعلا على مدار فترة كبيرة جدا كانت جالسات تمهلية الحوار الوطني في جالسته بمنطقة صراحة ممكن يعني الشباب زمالي وانا اتشرفنا ان احنا كنا موجودين بمنطقة صراحة طلعنا وتكلمنا بدون اي قيود ايه التحديات اللي بتقابلنا وازاي يكون عندنا حلول ليه مش انا بس لا زمالي من الاتحاد المدارس يعني المرحلة الاصغر كمان زمالي من زاوي الهمم فئات شباب كتير زمالي من الانشطة الطلبية فئات شباب كتير جدا جدا طلعت تكلمت بمنطقة صراحة عن تحديات وحلول اذا الدولة بتسمع الشباب وبتشركها معاها يعني ما اكتفتش ببرامجها ما اكتفتش بالمشاريع لأ قالت كمان يا شباب مصر شاركوني بافكاركم والدولة هتنفس ده ان شاء الله صحيح حتى وان كانت رؤى وافكار مختلفة لكن طرح هذه الرؤى وافكار على طولة الحوار بكل تأكيد اثر وايجابي جدا وده اللي احنا شفناه فعلا يعني يمكن جلسات الحوار الوطني شجعت الناس شفنا يعني يمكن لسنين طويلة ما شفناش معارضة بتطرح رؤاها بالشكل ده بدون خوف بمنتهى الصراحة بنتكلم عن مشاكلنا بنترح حلول لها الحوار الوطني شجع انه يكون فيه هناك معارضة حتى وان يصفها البعض بانها معارضة ديمقراطية وده المطلوب احنا عايزين نحل الكلمة برضا هاخد ام حاجة كلمة عايزين نحل دي لو انا مش عارف ايه اسباب المشكلة ما هي سبب يعني انا بقول دي في مشكلة بقى انا كده معارض ان انا مش مش يعني المشكلة وبقيدها ده مش حاجة صح بس اهم شيء في الحوار الوطني وجد لي توصيات الشباب اللي يعني من اتشرف فيه زي عبدالله وغيره من ممثلين الاتحادات في المدارس والجامعات والانشطة الطلبية عايز اقول لها حياتك استاذها دير قالوا انك كنز افكار رايح للبرلمان ورايح للسلطة التنفيذية بس كان الكنز ده لازم برضو اروح به للانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية هو كان سقف طموح اي شاب سياسي هو الشباب اللي بينزل اتحاد طلبات الشباب السياسيين اللي هو بينزل يتكلم عن اللجانة النوعية سواء لجنة اجتماعية ثقافية رياضية كل ده شباب سياسي بس كان اخره انا اسف في الكلمة اللي هما دايما انا اخري اقعد عند الجامعة وما معرش اوصل ايه من بعد الجامعة كان في حالة مفقودة ما بينهم وبينصم مع قرارة سياسية بس الحوار الوطني لما احنا بتدينا نقول للشباب الفترة الجاي اللي فاتت ان انت بنوجهك لمرشح معين برامك لما عبدالله يحس ان الحوار الوطني اللي دعا لي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي يقول لك انا هسمع صوت الشباب وهكمل ومستمر ان انا احل المشاكل والتحديات انتو بتوجوها فعبدالله يقول وزمان يقوله انا هروح انتخب السيد المرشح عبدالفتاح السيسي في ناس تانية عندها ايدالجز مختلفة فهتروح تنتخب السيد المرشحين التانين سي السيد المرشح حزم عمر او السيد المرشح عبدالساند يماما او السيد المرشح فريد زهران بس عشان ينوح ينتخبوا كنا بنقول لهم في الجامعة اقروا واتفرجوا لما بيطلعوا في الاعلام وده انا لي شكرت في الاول المتحدة عشان لما ألاقي شركة بتمنح السيد السادة المرشحين مئة دقيقة مجانا ان هما يعرضوا برامج انتخابية ده شيء ما احنا ما شفنوش على مدار السنوات اللي فاتت قبل كده ولا في اي انتخابات رأسية فلما نقول المشاهد ان في انتخابات رأسية بجد اه في انتخابات رأسية بجد لحالة من التعددية السياسية واضحة وبرامج واطروحات للمشاكل الاقتصادية والسياسية اللي من حق الناس تشوفها وتسمع عنها وتختار المرشح هو ده الرسالة القوية اللي احنا بنوصلها لشبابنا يا شباب انزلوا انتخبوا بس انتخبوا مين اقروا للناس اقروا المرشحين بيقولوا ايه هل هينفزوا الكلام ده ولا لأ ده انتو اللي بيعندوكم بقى الحس السياسي اللي تشوف فعلا المرشح دوت هيقدر ينفذ الكلام ده على ارض الواقع ولا لأ اخيرا هعمل حاجة بس قبل ما انا عارف تطلع الفاصل انا دايما مهتم بامين الفاصل الصغار اللي عنده 8 سنين احنا كنا بنتناقش الفترة اللي فاتت مع امين الفاصل اللي عنده 8 سنين يعني ايه عندنا انتخابات الاسية رغم انهم بيش حق التصويت احنا عجلنا سمعنا فاش ده مش رايحين فاصل طب خلاص يبقى هل يبقى وليبقى امين الفاصل اللي عنده 8 سنين ده ازاي بتتنقش ومعان الانتخابات احنا عندنا الفكر مش رايح ان انا اخد مجموعة من الشباب فاحنا نروح لالسادة المرشحين يعني انا باشكر زمالي ان هما عندين برنامج انتخابي هيقدموه للسيد الرئيس القادم ان شاء الله هيقولولو ان دي احنا كل الهيئات وكل الاماكن رحنا عادنا معاهم وطلنا بتوسيات منها اتحطوا الله بمدارس الجمهورية اتحطوا الله بمدارس الجمهورية دول شباب بيكلم في برنامج انتخابي للفصل بتاعه فالطفل ده وهو بيقول برنامج الانتخابي بتاعه طبعا لازم ازرع من جوا ان احنا عندنا حاجة اسم انتخابات رئاسية اه طبعا ولسه ما تمش 18 سنة بس ازرع من جوا زي ما انت عندك برنامج الانتخابي في رئيس جمهورية عنده برضو رؤية وعنده رؤية على مدار مثلا الرئيس الحالي 9 سنوات اللي فاته قدم ايه وعمل ايه وين نجاحات اللي عملها وهل انت مقتنع ان ان شاء الله لما تم السن الكلون في يوم الايام تقدر تستمر وتقول ان فعلا في رئيس جمهورية عمل واحد اثنين ثلاثة ولا لا فلما تخيل حاجة توضح للاطفال صغيرين ان في حاجة اسمها رئيس جمهورية ان في حاجة اسمها برنامج انتخابي زي ما انت بتعمل كده بالزبط فلما هيوصل ليه في يوم الايام زي عبدالله هيوصله بالترتيب من امين فصل هيطلع ليه امين مدرسة هيطلع للمدرية هيطلع ينافس على مستوى الجمهورية فبقى اسمه مكتب تنفيذي لاتحاد طلاب مدرسة الجمهورية الحوار الوطني كان بيقول عشان اقدر استمر في النجاح ده في جماعات بتطبق الانتخابات على اكمل وجه ممكن وفي جماعات مش شايفة اساسا ان الاتحادات دي والانشطة الطلابية ليها اهمية لكن احنا بنتكلم في الجمهورية الجديدة لا كل الجامعات هتهتم بالاتحادات طبعا وبالانشطة الطلابية فيطلع في الانتخابات بتاعت الكلية ويطلع على مستوى الجمهور طب هل هيتوقف ودي كانت مشكلة بتواجه الشباب في الوقت اللي فات اه كان بيتوقف على ده منهم ناس قلينين جدا انا بشارف ان انا واحد منهم ومجموعة من التنسيقية ومن الاحزاب اللي بينكلنا كل احترام ومتقدير ايه اللي كمله طب احنا عايزين الاف تكمل ليه الاف تكمل وده السيد الرئيس عبدالفتاح سيسي بيدعو لي الا وهو ايه ان احنا نبني كوادر شبابية عشان نقدر نبني كوادر شبابية انا عندي انتخابات محليات الفترة الجاية قانون هنيتم مناقشته في البرلمان ونيطلع للنور مع الدستور عشان خطر نقول ان احنا عندنا انتخابات حقيقية للمحليات مين اللي هينزل انتخابات دي لازم ناس زي عبدالله وشباب زيه مين اللي هينزل انتخابات لمراكز الشباب اللي برضو فاتحين في الحوار الوطني موضوع مهم جدا هو مراكز الشباب والمشاكل والتحديات اللي بتواجه مراكز الشباب والانتخابات جواه ليه انا بتكلم في ده استاذ هدير عشان لو هايزة ابني كادر صح ان شاء الله يقول ان انا عندي صوت وعندي قراء وعندي طموحات اومر في حياتي ما قدر ابتديها الا من امين الفصل الصغير اللي ان شاء الله في يوم الايام يبقى عضو برلماني او عضو وجل الشيوخ او يبقى رئيس جمهورية ان شاء الله في يوم الايام صحيح ويمكن دي نقطة مهمة وفارقة لانه كتير كنا من التكلم السمين اللي فاتت في افتقدنا للكوادر ده يعني نشوف مثلا انه احنا عميين نقول انه احنا شبابنا مظلوم مش بيوصل مثلا لمناسب ما ده لكن الحقيقة انه كان في عدد كبير من الشباب غير مؤهل اصلا من المشاركة في الحياة سياسية فالتأهيل وانه نبتدي من الصغر وانه نوصل لانه كل اتحادات الطلبة في الجامعات تكون على هذا القدر والوعي السياسي ده شيء مهم جدا ممكن اقول اخر حاجة صغيرة عشان بس اثبت بالكلام التنسية عملت حاجة ركتفة جدا اللي هي تبنت اتحادة اللي هو مدارس الجمهورية وديتهم ورش عمل خلال الفترة اللي فاتت وابتديني نتكلم معهم عن موضوع الانتخابات الرئاسية اول خطوة عملناها معاهم اللي هما شرفونا في البرلمان المصري حضروا قانون من اهم القوانين اللي المجتمع المصري منتظرها وقانون التصالح على مخلفات البناء فتخيلين لما شباب صغير يسمع نائف في البرلمان بيتكلم عن حق شارعي للدولة المصرية والاستاذ المواطنين فيبتدي يقول الله أنا نفسي في يوم من الأيام أبقى حاجة زي كده وابقى مؤثر عايزه لحاك طب ده أثر في إيه وهو لسه ما تمش السن أثر مع أسرته أثر مع المدرسين عنده في المدرسة يبتدي يقول أنه ينزلوا وشاركوا في العملية الانتخابية خلال الفترة الجاية فده اللي احنا بنتبنيه في التنسي اللي احنا نهتم بالنشأ اللي ان شاء الله يكونوا قادة المشترك صحيح ويمكن هيا الوعي السياسي أو الوعي بشكل عام هيا الكلمة اللي فرقت معنا في كل الأزمات اللي احنا بنعدي بيها ولما الوعي ده يبتدي من النشأ اللي احنا أصلا بنعمل كل ده عشان هم لأنه المستقبل بتاعهم ده شيء مهم ده جد لذلك أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على وجودكم معنا سيادة النائب أحمد فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا أستاذ عبدالله عرمش رئيس الاتحاد طلاب جمعة القاهرة شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا العملية الانتخابية والانتخابات الرياسية ومشاركة حضرتك فيها شيء هام جدا كل المرشحين بالنسبة لهم الحد الأقصى في هذه الانتخابات هو الفوز بالانتخابات لكن كمان هناك حد أدنى وهو المشاركة في الحياة السياسية وأنه يكون عندنا تعددية سياسية وهذا الحد الأدنى شيء مهم جدا ومكسب سياسي هام جدا أنه يكون موجود علشان كده ما تضيعش حقك الدستوري انزل وشارك في الانتخابات الرئاسية وربنا دايما يولي علينا من يصلح